شهد الفريق ركن معل الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم حفلة تخريج دورة بقوة الأمن الخاصة ولدى وصول معاليه إلى ميدان التدريب كان في استقباله رئيس الأمن العام وقائد قوة الأمن الخاصة وقد بدأ الاحتفال بكلمة لقائد قوة الأمن الخاصة رحب فيها بمعالي وزير الداخلية وقدم شرحا لبرنامج الدورة التي تمثلت في التدريب على المهام القتالية والرماية بأنواعها المختلفة ومكافحة العنف ثم بدأ التمرين حيث قام الخريجون بأداء تطبيقات الأمنية المختلفة بالإضافة إلى عدد من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جهزية عالية لأداء الواجبات وبهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بتضحيات وكفاءة رجال الشرطة والتي هي محل تقدير وافتخار من قبل الجميع لتأديتهم الواجبات المناطة بهم من منطلق مسؤولياتهم في حفظ الأمن من خلال تطبيق القانون وفرض النظام العام مذكرا إياهم بأن المسؤولية الأمنية تعتبر واجبا وطنيا لأنها تعنى بحماية أرواح الناس وصون الممتلكات وهو ما يتطلب التفانية والإخلاص في أداء الواجب وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك الميلاد المفدة حفظه الله ورعاه ويستطيع من خلالها الفرد الرماي للأسفل الآن تقدم الأقسام بالآليات المسلحة الكوفرة والآليات الهمر لعزل وفطويق القرية وإغلاق أفراد مهارة عبوية عالية أثناء الاختحام واستخدام الإشارات في الحرب ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك قام مع الوزير الداخلية بتكريم أوائل المشاركين في الدورة وهناءهم على النتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة الوطن موسيقى 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 موسيقى